السلام عليكم ورحمة الله سؤال نسمعه كثيرا لماذا يهزم أهل الحق أحيانا؟ أليس على حق؟ ولماذا يعلو أهل الباطل أحيانا؟ أليس على باطل؟ والإجابة على كل ذلك في منتهى البساطة كل ما يحدث لنا في هذه الحياة بإذن الله تعالى وإرادته فإذا رأيت الباطل قد على على الحق فلا تحزن لأن كل ما يحدث هو بإذن الله تعالى ولا يحدث شيء في ملك الله تعالى إلا بإذنه ولا تسقط ورقة شجر واحدة إلا بإذنه لابد أن في الأمر حكمة أو حكم قد تخفى علينا فالأمر القدري إذا نفذ لا يبقى لنا إلا التسليم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما وقع بكم من جراح أو قتل أو هزيم في غزوة أحد يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين فبإذن الله وما كان من نصر للمؤمنين في أول الأمر ثم للمشركين إلا بإذن الله وقضائه وقدره وإرادته وعلمه وقدر الله عز وجل كل ذلك لحكم عظيمة وفوائد جسيمة وأولى تلك الحكم ليعلم المؤمنين ولكن مهلا شتان بين علم الله وعلم الإنسان فعلم الله علم أزلي لا أول له ولا آخر ولكنه علم لا تقوم به الحجة على العبد لأنه ببساطة لم يقع من العبد فعل يستحق عليه الجزاء أو العقاب وهناك علم آخر تقوم به الحجة على العبد إذا قام بالفعل ودعونا نأخذ مثالا بسيطا للتوضيح لنفرد أنك معلم وتعلم أن تلميزا معينا بريدا لا يذاكر أبدا فهل يصح منك كمعلم أن تجعله راصب من غير امتحان لا يصح ذلك من أي معلم لأن التلميز سيتهم المعلم بالظلم وسيقول لو امتحنتني لنجحت أما إذا قام المعلم بامتحان التلميذ ثم رسب التلميذ فلا تقوم حجة للتلميذ أبدا فالله عز وجل ميز المؤمنين في غزوة أحد بأفعالهم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين